بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤرخ البريطاني هوبل إذا أردت أن تلغي شعبا ما ابدأ بشلي ذاكرته التاريخية ثم الغي ثقافته وتاريخه واجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته واخترع له تاريخا آخر غير تاريخه واجعله يتبناه ويردده عندئذ ينسى هذا الشعب من هو ماذا كان وبالتالي ينساه العالم وعلى البربر الآن استرجاع تاريخهم وهويتهم التي تمسها الاحتلال الروماني والذي عقبه الاحتلال العربي وذلك أمد كافي لأن ينسى هذا الشعب وينسى أصله وتاريخه ودينه خاصة وقد عمل العرب على تدريسهم تاريخهم وتمسي تاريخنا الذي يؤكد أن شمال أفريقيا أول موحدين في العالم وأنه منبع الرسالات السماوية والمرسلين وسنبدأ بحول الله بكشف كل الدلائل الدينية والتاريخية والأثرية التي تؤكد أن شمال أفريقيا أرض الإيمان والتوحيد منذ خلقه الله ولنبدأ بأصحاب الكهف الذين ذكرهم القرآن وأن ظهور كهفهم سيكون ظهور القدس وظهور ملة إبراهيم التي لا تخلف عادا لنبدأ بوصف أصحاب الكهف بذات اليمين وذات الشمال الذين هما فتحتان أو عليتان كالشبابيك واحدة من الشمال وأخرى من الجنوب في الوصف القرآني التام وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أي أن ذات اليمين هي التي تمدهم بنور الشمس إذا أشرقت الشمس وإذا غربت غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذكر القرآن ذات الشمال وذات اليمين ثم ذكر فجوة وندخل إلى الكهف عندما ندخل إلى الكهف نرى في السقف توجد فجوة الفجوة هي لها وسيد ذكر الله القرآن أي حجرة توصد ثقبة في السقف وكان الكلب تحتها عندما تدخل إلى الكهف ستجد أمامك كلب قائم في تحت الفجوة ستتركه طبعا وتخرج لأن الكهف يكون وقد انتهى وتراه منتهي من جميع الجهات وعليك أن تنزع تنزع الحجرة التي سماها القرآن الوسيد وتخرج إلى السقف وعندما تخرج إلى السقف تجد هذه فتحتان واحدة من الجنوب وأخرى من الشمال ترون أن الكهف كأنه كان مستعملا كأن فيه أثار لشبابيك كانت حافروا لها في الصخر ووضعوها كأنها كانت مسكولة وقيل أهل القرية حدثونا عن أن هذا الكهف يسمى بكهف الرومية ونرى أن ذات اليمين وذات الشمال نرىهم جيدا الآن من الفوق نرىهم جيدا ترون هذه ذات الشمال وهذه ذات اليمين هم فجوتين هذه ذات الشمال والأخرى ذات اليمين هاي الفتحة الصغيرة والفتحة الشمالية أصغر وهنا نرى الفجوة التي كانوا يسكنون فيها هنا بالضبط وهذه أثار مكاننا الوسيد مكان الحجار التي توصد هذا هذه الفجوة الفجوة العلية أو نقول العلية فيمكن أن توصد هذه بحجارة ولا يظهر ولا تظهر العلية أصلا لا تظهر بتاتا لأنك إن دخلت إلى الكهف ستجد الكهف فارغا لا شيء عليه لا شيء موجود أبدا هنا يطل تطل من الفتحة لترى بقية لترى القرية التي أمامه وهي فريانا مدينة فريانا بالجسرين ترى ترون أنها قريب للمدينة وبعد المدينة ترون هذا كان مكان للماء لأن الكهف كان مسكولا هذا البيب الذات اليمين التي هي أكبر من ذات الشمال وهي مثلا النافذة تطل على مدينة فريانا ترى الجبل سمي جبل الرقيم في القرآن ترون أنه كسخرة واحدة وأنه مرخوم بتلك الثقب أو ما يشبه ذلك كأن كما ترون مرقم لذا سمي بالرقيم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب هنا ندخل لحومة السبع رقود في فريانا في مدينة فريانا هنا مجد السبع رقود هنا مجد مسجد سيد أحمد دليل والزاوية التي تدرس فيها السوفية وهذا مسجد سبع رجوع يسمون نهج أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات لا تذروني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد تمصت هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود بعظم الأنباء والثورات سأعود بالقرآن والثورات سأعود بالإنجيل في صلوات سأعود بالأديان حجا واحدا في قبلة الأعراف كل زكات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنغرات وبمنتهى الإسراء مصر محمد ستقام للأديان بيت صلاتي سأقيم قدس الله منزل آدم مرسى سفينة نوح بالصفات وبدار إبراهيم أزرع بلسما لا موت بعده قد ينهي حياتي وبعشق موسى التي ما حجها من كل أرض قد ألم مشتاتي وتظن أنك قد أغرقتني بالأطلسي لما هدمت صلاتي ها قد بدى ها قد بدى من ساعدي وببذرتي جنات عدن بالمدى لثباتي أنا بربري شاهد خبر السماء والفصل قولي والزكاة صفاتي موسيقى